البنات كتعانو لي من تجاعيد بغيتو شيلالة مولاتي الوصفة الاقتصادية البسيطة ورخيصة اللي تهنيك من شي حاجة اسميه هالخطوط الرفيعة الحل عندي حتى البينيديكم جبتو لكم حتى المنزل ديلكم يا البنات وصفة من حسن الوصفة الطبيعية اللي جربت يعني فحلة كتمشي تديري البوتوكس ولا كتديري شي عملية باش تزولي التجاعيد وانترا ما كتديري تشي حاجة غير وصفة بمقادر منزلية مطبخية يعني موجودة في كل بيت وفي كل منزل اللي غادي تخلصك بشكل نهائي من التجاعيد ومن الخطوط الرفيعة وانتمنى البنات تحيدو علي العقز وتنوضو تجربو لي هاد للمولاتي الوصفة وتقولو لي كيفاش جاتكم في لي كومنتار واش فعلا ناتل السحسن ديلكم واش فعلا ناتل يعني الإيجابيات ديلكم مرحبا بجميع يعني الكيستيون تساؤلات الاقتراحات وما تنسوناش البناتس من اللايكات كما كانجوكم بهميزات ووصفات في المستوى الله الحمد من ناحية دائما الجديد فانتمنى حتى انتو مالبنات تبقى تجيو هاد لفيديو وتشتركو في القناة بالنسبة الناس لي ما زالين ما مشتركينش را دائما ننزلو ليكم هميزات كل مساء اولا كل عشية يوميا الحمد لله وانتمنى تدعمونا باللايكات ومرحبا بكم يالله معين تعرفوا على سر ديال هاد لغسط هاد لعلاج تجايد كذلك التسبوات شد بشرة الوجه وكتخلي لك واحد رويحة كتحمق في الوجيه ديالك مع الترطيب ولا معا وكما موعداكم وكما موالفاكم دائما الحمد لله وابدا وسفزوينين ممتازين بساطين بخاصين من ابسط ومن ارخص ما يكون البناس بخصوص علاج التجايد فاليوم غديم بخطة اجي معكم واحد للا مولاتي الوصفة ولا واحد كمسا نقولو للا مولاتي لا غسط او للا الماسك اللي خاطير بزرط ما شاء الله بخصوص تجايد واخي يكون عمرك تسعين تمانين سبعين ستين خمسين مهما كان العمر ديالك سواء كان عمرك كمسا نقولولاج اللي هو كبير او للاج اللي هو صغير لانو كان بعض البناس او بعض الصيدات عندهم غير تجايد في سن سن العشرين في سن ثلاثة يعني كتكون تجايد اللي هي خفيفة مشي تجايد اللي هي عامقة وكين بعض البناس وحد اخرين عندهم تجايد اللي هما عاميقين بزر اكيد تكونوا في سن الخمسين وستين وسبعين فاحنا في كل تالحالتين غدي نتخلصهم بتجايد غدي نبيضوا الوجه غدي نشدوا اللابوتايا يعني الناس اللي عندهم تراهولات على مستوى الخدود الواجه الرقبة اليدين ديلهم يعني هكذا كما كنقولهم هرهرين ومحرحرين فكذلك غدي نتخلصوا ان شاء الله من هاد المشاكل كاملة والسي البناس غدي تعالجي ليا الجفاف ديال البشرة ديال الوجيه ديالك لك انت البشرة ناشفة عندك فغتخلي فيها لمعان حيوية والسي البناس غدي تزولي حتى الهلات السوداء او للسواد اللي كيكون محيط او لا تحت العين فانتمنى هاد الفيديو كون خفيف ضريف على اعليكم من السحسن ديالكم من الاعجاب ديالكم كذلك انا بجدوا تحقيقا وعلى بركتي الله ستعرفوا داب على المقادير طريقة الصحدار وطريقة الاستخدام والإستعمال ولكن اردكم كاملين تنضوا دابة 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 البناس تديروا لي ليا لغوسيت وتقولي كيف اجلزكم في كومنتر كذلك البنات لأول مرة غدي جربوا هاد لغوسيت هدي مرحبا بكم والف مرحبا لا تنسونا من اللايكي ديالكم كذلك تشتركوا في القناة بالنسبة ان الناس اللي ما زالي ممشتركين شنو كتن الناستي نضبل فيديو في الفنين مساء يعني كل عشية في المساء تنضطون في فيديو في المستوى كذلك ما تنسوناش من اللايكات ديالكم يعني فجروا الفيديو باللايكات كذلك كما ق dangers تشتركوا في القناة فعلوا زل الجرس خلونات تعليقات والاقتراحات والاستفسارات وعلى بركة الله سنمشوا باش نتعرفوا على مكونات الوصفة طريقة تحضير الاستخدام والاستعمال المهم البنات بالنسبة للمكونات أو للمقادر فغادي تحتاج معي إن شاء الله القهوة سريعة الدوبان أي القهوة حبيبات إما هاد النوعية هادي ديال أستا أو لا مثلا هاد النوعية هادي ديال نيس كافي أو لذوت خمق ما تتهمش الماركة البنات كتر ما تتهم يعني القهوة في حداتها مش بشرط هاد الماركة ولا هاد الماركة المهم أي ماركة البنات عندكم تستخدموها بالنسبة لقهوة فهي كتعالج يعني تجاعد كتشد البشرة و في نفس الوقت كتعطي لما عانوا إشراقة وتضييد البشرة الوجه وكذلك الرقابة وأي منطقة وضعتها فيها يعني وضعتها عليها هاد الغوسيت هادي فكيجي يعني بيها الحمد لله بخصوص تجاعد وعلاج جميع المشاكل بالنسبة لبنات الثاني مكوين معنا في هاد الغوسيت اللي هو البيض عندي هنا يا بيضة نحتاج إن شاء الله غير السفر ديال البيض ماشي بيضة البيض غير السفر بوح ديتو بالنسبة لبنات الرابع مكوين أو العفوان ثالث مكوين ليهو الأروز باودر بالنسبة للروز راه اللهم يعني بارك فيه يعني ما شاء الله زوين هو السر ديال كوريات في التفييد كذلك في الشد لأنه كيشد وكي يعني بيض ويصفي ويعالج لطاش والتسبوغات ونمش وكلف في المشي كان شي مشكل الحمد لله كيعالجو كذلك البنات غادي تحتاجي معايا واحد المكوين ليهوزوين في النفخ يعني البنات مثلا اللي كتلقاي كي مثلا قولو رطاي ديالها مزيانة إلا مثلا لوجيه ديالها اللي كتلقايها مثلا ما منفوخش بجهة ديالها في النحافة يعني كتعانين بزاف ديال مشاكل على مستوى الوجه فغادي تتخدمي من شاء الله فادلاغو الساعة هدي إلى الخميرة وهنا البنات عندي الخميرة ديال الخبز يعني الخميرة ديال سبولة زوينة إفيكاس وخيصة ورامعروفة ما شاء الله بخصوص النفخ ديالها فغادي نحتاجون شاء الله كيمية من الخميرة كي ما قلنا ديال سبولة إما السبولة إما الرفيعة ما شيبش شرط لبنات سبولة أنا غير جبتليكم جوجة الماركات اللي كنستخدموه بشكل كبير ورأنتو ما كتشوفوني يعني كنستخدموه بشكل تقريبا يومي يعني ذاك شي لش جبزهم ليكم أما سينو ولا عندك خميرة وحدة أخرى ولا أنتي في دولة أخرى فأكيد غيري ذاك شي اللي توفر عندك لحسب الدولة اللي انتي فيها المهم كما قلنا لبنات عندنا الخميرة ديال الخبز إما هادي الرفيعة إما هادي السبولة فبجوجهم زيانين يعني إما السبولة إما الرفيعة ديريوا حدا من هادي الجوج هادو يؤسي لبنات ستحتاجوا معايا إما ماء ورد يعني ماء كما كنقولو ماء ورد رهزوين كيعالج الهلة السوداء السواد كي يصلح البشرة ديال الواجه الحمى كذلك يعني كي يصلح البشرة ديال الامور إما ما زهر مهمتيا والدوق ديالك وانتي والاختيار ديالك غير هو البنات بالنسبة لما زهر خوديك خالي من الكوحول باش ما يسبب لك تشي مشكل البشرة الوجيه ديالك واحد النقطة لبنات بالنسبة لهاد لاغوست هادي لأنه فيها صفارة البيض فبزاف منكم أتقول ليك ما كتخليلي نرحة ديال زفورية البيض لا لبنات علاش لأنه الحمد لله هاد لاغوست هادي ما كتخليش زفورية صفارة البيض أو لريحة البيض بصفة عامة لأنه ضفنا القهوة وضفنا ماء ورد أو ماء أزهر وماء ورد أو لماء أزهر هادو جديا المكونات ما شاء الله زوينين بزف بزف بخصوص علاج التسبوغات وعلاج ليتاش وكذلك كي نسمو وكي عطروا المنطقة يعني أي منطقة منشي بالشرط الوجه أي منطقة فاكين سمو وكي عطروا فغا تحتاجوا معايا كمية من ماء ورد أو ماء أزهر المهم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجوا وعلى بركة الله غادي ندزول طريقة التحضير طريقة التحضير هي سهلة مهلة غادي تاخدي معايا الخميرة هي اللولة غا نبدأ بها لأنه البنات اللي بغي مثلا ينفخوا الوجه دي لهم بشكل كبير يعني باندك النفخ الباريس بشكل كبير فاكين سوف نضيف الخميرة هي اللولة المقدار يبقى اختياري اللي كتكتي بيت نفخي بشكل كبير كتكتري بيت نفخي بشكل قلي ركت قلل مهم انتيو الضق ديالك وانهنا رضفت كمية الخميرة اللي غادي تناسبني وغادي نخلط كل شي بماء أزهر ومن بعد البنات غادي نزيدو الاروز باودر بالنسبة الاروز خطير يالبنات في علاج تسبوغات 13 نمشو الكلاف يعني اي مشكل عندك تديري ليا هذا الاروز هذا هذا اشتركوا في القناة فغادي نزيدو نضيف كمية مع ورد افو المزهر اخترت مزهر ممكن تختار اي حاجة بغيتيها وغادي نضيف كمية من القهوة مزهر ونخلط كل شي عاد من بعد غادي نضيف ديك صفار بيضة اما بالدية اما عادية ولكن انا هنا اختار فضلت صفار فقط يعني ما ضفتش البيض كما تشوف و فغادي نحتفظ البنات بالبيض كما تلاحظ يعني نضيف السفار اما البيض رح ما غادي نرمي اكيد بالنسبة للصفار ينعش لك الوجيه ديالك وكي اعطي بروتين زوين لوجيه ديالك خطير هاد صفار لبيض 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 وكتزيدي بالروز تحسي بالوصفة عقدة وتماسك تحبسي يعني لاجاتك الوصفة جارية معلك الا بالروز الروز يعقدها في البلاسة اغيه الروز الليبنات تطحنوه مزيان نيلوه ويخصي ولي بحل دقيق مايبقش حرش لانو لكان حرش راما كيسبب لك يعني جفاف البشرة الوجه ديالك من الاحسن يكون عاقب الليبنات ها انتم البنات شوفوا ما شاء الله وصفة زوينة اقتصادية سهلة تتحضير من أبسط وأرخص ما يكون وأحسن ما يكون كذلك فالمهم البنات هذا وشكل ديال الوصفة بعد ما كتوجد كتبقوها أنا رغدي نطبقها معاكم اليد ديالي باش شوفي القوام دياله كيفاش دير رحرة ما فيهاش نهائيا ريح تسفارت البيض على ضمانتي البنات غير جربيها ورديعلي في التعليقات را ما كان بسحت شي كومنتار يعني كان خليلي كومنتار كما هما يعني كمن كان تيقاد ولا التعليق را كان رحبي المهم البنات كتبدي تطبقيها هكذا يا وكتخلي ولا غصيت تجف او لا تنشف ما تاخدش منك بزاف تقريبا 1-15-20 دقيقة ماكسيموم إن فكت نشوف لك لا غصيت كتغسليها من الأحسن ما تفركيها ما تمسحيها غسليها دائما وصفات البنات لعلاج التجاعيد او للتخلص من الخطوط الرفيعة او للخطوط العاميقة فأنا كنفضل انكي يعني دائما تغسليها ما تفركيها ما تمسحها لانو لا فركتها ومسحتيها كتزيدي نسبة التجاعيد خصوصا الناس اللي ديجا وجههم يكمش العيالات اللي في سيلة 50 60 70 كيكون داجر وجه ديجا وجه ديجا شوية فإن فكت بديت تفركيها كتزيدي تكمشي وجهك يعني دائما عملية الفرق ما تدلاش لوجه ديالك ممكن تدلاله كوغ ولكل مجهة كلها فإن فكت مرضيك او لعشرين دقيقة كتحسي بلغ وستي تنشفات لك مزيان كتنوضيت غسلية للوجهية ديالك ومن بعد كتر الطبيب لي بأي مورطة بكريم بزيت فازلين بأي حاجة حبيتيها وعجبات كنال في استحسن ديالك كنالترادة ديالك فكت تطبقيها وبصحة وراحة البناس والله القسمي له من أحسن الوصفات الطبيعية لعلاج تجاعيد وعلاج تسبوغات وعلاج وسيدنم شو الكلاف لاتخاس لحبوب مهم لعلاج جميع المشاكل نتمنى البنات تكونوا حادقات وتحيدوا علي العقز و تجربوا لي هاد لغا وستي تقول لي كيف اجازتكم في الكومنتر ونطلقها معكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة إلى الليل